المباشر الذي نواثيكم به من قناة العيون والبداية مع أبرزي العنوين في قليميم إحداث لجنة جهوية للمراعي التي تعد آلية لتدبير تدخلات البرنامج الوطنية لتنمية المراعي وتنظيم الترحالة وسنتابع من مدينة الداخل لقاء خصص لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدبير شأن العام بين جهتي الداخل ومراكش وضمن عرضنا الإخبار دورة تكوينية في مجال سياغة الفضة لفائدة صناع التقليديين بمجدولة كانت هذه أبرز العنوين وإليكم تفاصيل استقبل أمير دولة قطر صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد الثاني صباح اليوم الخميس بالدوان الأميرية سيد ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي أبلغه رسالة من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله تهم العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وخلال هذا الاستقبال نقل سيد بوريطة إلى أمير دولة قطر تحديات وتحيات وتقدير جلالة الملك حفظه الله متمنيا له وافر الصحة والسعادة والشعب القطري التطور والنماء كما بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أبلغه إياها سيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي خلال استقباله اليوم الخميس بمسقطة من طرف صاحب السمو فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطانة عمان في موضوع قضية الصحراء وخلال لقاء صحفي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع صحيفة رأي اليوم العربية والتي عرت زيف الدعاءات جبهة البوليزاريو عندما نقلت حديثا لها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول المملكة المغربية والصحراء حيث أشارت أن محمد ولد عبد العزيز أكد لها أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا يريدون قيام دولة تفصل بين موريتانيا والمملكة المغربية جغرافيا في إشارة لسعي جبهة البوليزاريو للانفصال عن المغرب ووصف الرئيس الموريتاني حسب ما نقلته الصحيفة واقع الحالي بالمعضلة مبرزا في ذات السياق أن ما يتم تداوله خارج هذا الإطار يعد غير صحيح في إحالة على ما يتم الترويج له من لدن الجزائر في الشأن الفلاحي أعلن بيكليميم عن إحداث اللجنة الجهوية للمراعي التي تعد آلية لتدبير تدخلات البرنامج الوطنية لتنمية المراعي وتنظيم الترحال اجتماع تقدمه والي وعمال أقاليم جهة قليميم ودنونة وتم خلاله بسط المقتضيات القانونية لهذا البرنامج تفاصيل أوفى في سياق روبرتاج حافظ محدار محمد نوار وجمال الأخصاص يأمل البرنامج الوطني لتنمية المراعي وتنظيم الترحال التأسيس لتنمية مستدامة بالمجالة الرعاوية عبر خلق الأرضية الملائمة لتنزيل مقتضيات القانون الرعاوي الجديد ونصوصه التنظيمية مكونات البرنامج تعتمد تهيئة المراعي وتنظيم الكسابة وتنمية قدراتهم وكذا تنمية مختلف سلاسل الانتاج المرتبطة بالمراعي فضلا عن دعم البنية التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات التعليمية والصحية ومن أجل الصهار على حسن تنزيل هذه المقتضيات يعلن على مستوى جهة قليم موادنون إحداث لجنة جهوية للمراعي سيكون على عاتقها ومسؤوليتها تبع للإطار القانوني الجديد ونصوصه التطبيقية العمل على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير ذات الصلة بهذا البرنامج الاجتماع الاسيسي للجنة الجهوية المراعي يأتي تقليم موادنون وفي خلال هذه الاجتماع تم تقديم عرض الذي قدمناه من خلاله أولا الإكرهات التي تعرفها المراعي وثانيا المضمون القانون 113-13 الذي يهم تنظم المراعي وكذلك ترقنا لبعض إجراءات التي اخذتها الوزارة لتنزيل هذا القانون هذه اللجنة التي تخرقت بواحد القانون لتنظيم ترحال كسبة في المنطقة وتنظيم الرعي والتي ستعقبها اجتماعها اللجنة الإقليمية على مستوى الأقالي من الأربعة الجهة والتي تشرح أنها ممثلة عن وزارة الفلاحة القانون الإطار والقانون الذي ينظم هذه العملية والاختصاص اللجنة الجهوية واختصاص اللجنة الإقليمية وهو في الحقيقة قانون ثاقل عنه نحن خصوص على الكسبة لأنه سيضبط العملية الترحال والتنقل الكسبة من المناطق الجانبية في تجاه الشمال والعكس إذن قانون بقي ما فهمناه ولابد أن نشرح ولابد أن نقعد مع الكسبة لأنه كانوا حاضرين معنا المثلين الكسبة دي المنطقة إحداث هذه اللجنة الجهوية التي يرأسها والجهة بحسب القانون التنظيمي سيمكنها من اقتراح المواقع المناسبة لإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها واقتراح فترات فتح وإغلاق هذه المجالات وتحديد برامج ومشاريع وأشغال تهيئتها مع اقتراح تدابير الدفع لفائضة التنظيمات المهنية الرعوية لجنة ستسهم كذلك في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية بالجهة أما بمقار جهة الداخل ود الذهب فقد عقد لقاء تواصلي جمع أعضاء مجلس جهة الداخل ود الذهب ووفد يضم أعضاء بمجلس جهة مراكش آسفية اللقاء خصص لتبادل الخبرات وتجربة في مجال تدبير الشأن العام بالإضافة إلى تقديم عروض تعريفية بالجهتين وذلك في إطار انفتاح الجهات المغربية على محيطها الخارجية وتعزيز التعاون وشركة بكر دليمي ومحمد مولود من لا يخاف المزيد من التفاصيل بهقاعة الاجتماعات بمقر الجهة ترأس رئيس والمجلس الجهوي لجهة الداخل ود الذهب اللقاء التواصلي الذي جمع بين وفد أعضاء مجلس جهة الداخل ود الذهب ومجلس جهة مراكش آسفية وبحضوري رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية اللقاء شهدت تقديم عروض مختلفة ساهمت في التعريف بجهة الداخل ود الذهب وفرص الاستثمار والمؤهلات الطبيعية هذا بالإضافة إلى المخطط الجهوي للتنمية الخاص بالجهة اليوم عندنا لقاء تواصلي مع جهة مراكش آسفي وهو لقاء حقاً تواصلي جد مهم المراد منه هو تبادل التجارب والاطلاع على البرامج التنموية اللي متواجدة بجهة الداخل ود الذهب كما نود من خلال هذا اللقاء التواصلي الإطلاع على البرامج التنموي الموجود في جهة مراكش والاستفادة من التجارب المشتركة ما بين الجهتين زيارة الوفد الموثل لجهة مراكش آسفي تأتي في إطار تعزيز أواصر الوخوة والتعاون ودعم التكوين ناهيك عن تبادل الخبرات واستكشافها كما ستمكن هذه الزيارة من الوقوف على أهم المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار نموذج التنموية الجديد للأقاليم الجنوبية هذه الزيارة هذه تدخل في إطار تبادل الخبرات ما بين مختلف جهة المملكة وتعتبر ثالثة من نوعها لأن سبقنا قمنا بزيارة الجهتين الشرق وجهة طنجل تطوان الحسيمة أما الجهة تعمل رقص استقبلات وفد عن أعضاء جهة كناس خنفرة وهذه الزيارة هذه فهي بالنسبة لنحن نهج حيوي يأخذ من آليات تنمية وتطوير بلد دينا تأتي هذه الزيارة لتعزيز أهمية والدورة لجابي للعلاقات الثنائية بين جهات المملكة في تعزيز الثقة بالإضافة إلى التعريف بمكانة الجهة وطنيا وإفريقيا وكنهج حيوي يقوي المبادرات بين جهات المملكة كما يساعد على توليد أفاق جديدة وبلورة استراتيجية مبتكرة لخلق شراكات متقدمة في موضوع آخر نظمت جمعية المهارة لصناعة التقليدية بوجدورة دولة تكوينية في مجال سياغة الفضة لفائدة الصناع التقليديين بوجدولة وذلك بتنسيق مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى ثلاثة أيام وذلك بمجمع الصناعة التقليدية تفاصيل أوفى في سياق ريب بورتاج بريقين العروسي ومحمد شارة داخل هذه القاعة اجتمع عدد من الصناعة التقليديين للاستفادة من الدورة التكوينية التي تنظمها جمعية المهارة لصناعة التقليدية بوجدور لفائدة الصناعة التقليديين الاستفادة من خبرات المكونين وسقل المواهب وتقوية الكفاءات والمسج بين المقتسب التقليدي وملاءمة متطلبات السوق الرهينة أهداف يرومها المشرفون على هذا التكوين هذه الدورة التكوينية استفاد منها 20 صناعة تقليدي يزاولون مهامهم داخل مجمع الصناعة التقليدية بوجدور الهدف منها هو تطوير المنتج وتثمينه إضافة إلى تقوية القدرات وكفاءات هؤلاء الصناعة التقليديين التكوين على حسابها الحيلي أو مادة الفضة صفقة عامة كيفاش نشتغل عليها وكيفاش نعطل منها شيء من اللاموجود للموجود وكانت واحد الاستفادة الحمد لله قيمة كانت الدورة التكوينية في المستوى وحتى الأطار اللي شرفوا عليها جزاهم الله خيرين يعطونا ياسر من المعلومات اللي ما كانت فلصنا وكنا في حاجة ماسة صراحة باش نعرفوها وباش نطالعوا لها باش نحتى نحن إن شاء الله نطوروا منتجاتنا نطوروا قطاعنا هنا في بوجدور الدورة التكوينية المنظمة تحت الشعار صناعتنا ثقافتنا استفاد منها عشرون مستفيد على مدى ثلاثة أيام وتهم سياغة الفضة وتندرج حسب المنظمين في إطار رؤية استراتيجية تجعل حسب اعتبارهم من المكون البشري لهذه الصناعة نصب الاهتمام بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخل انطلقت أشغال اليوم التواصلية حول شباك حماية المستهلك وذلك استكمالا لمجموعة من اللقاءات التي تم تنظيمها على الصعيد الوطني بمناسبة الأيام الوطنية للمستهلك التي تخلدها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كل سنة تفاصيل أوفى مع بكارد ليمي ومحمد مولود من لا يخف شباك والمستهلك كرافعة لتنمية ثقافة الاستهلاك هي شعار هذه الندوة وهي فرصة للتعريف بشباك جهة الداخل وادي الذهب باعتباره واحد من ثلاثة وعشرين شباكا وطنيا وتقديمه لعموم المواطنين والمستهلكين من خلال التعريف بدوره وأهدافه ومكان تواجده شباك جهة الداخل وادي الذهب باعتباره واحد من ثلاثة وعشرين شباك التي تم تأسيسها لحد الساعة على الصعيد الوطني وتقديمه إلى عموم المواطنين المستهلكين التعريف بدوره، التعريف بالأهداف التي أسس من أجلها التعريف بمكان تواجده لكي يكون رهن إشارة مستهلكي جهة الداخل والذهب في كل قضايا المتعلقة بالاستهلاك ابتداء من التوعية والتحسيس مرورا بتلقي الشكاوي المتعلقة بمجال الاستهلاك يلعب النسيج والجمعوي دورا مهما في الحقل الاتهلاكي هذا الدور الفعال جعله يلعب دور الوساطة ما بين المستهلك والقطاعات والإدارة العمومية المعنية بقانون 0831 القاضي بتحديد التدابير الخاصة بحماية المستهلك الشعار هذه السنة هو شباك المستهلك والدور الذي يلعبه بالنسبة للدفع بالحركة الاستهلاكية على الصعيد الوطني بالمناسبة كانت شهده بوزارة التجارة والصناعة على الدعم الذي أعطيت الجمعيات من أجل إحداث شبابيك للاستهلاك الهدف منه هو توصل بشكايات المواطنين وتوجيههم وإرشادهم وفي بعض الأحيان توجيه وإصدار رسالات في الموضوع لبعض المصالح المختصة من أجل إيجاد الحلول كما تهلمون يعني دابة الغرفة التجارة والصناعة والخدمات أنها تشارك في هذا اللقاء التحسيسي الهام التي تكون كل سنة من أجل تحسيس المهنيين ومقدمة الخدمات والموزعين بما لهم ومعاليهم فيما يخص حماية المستهلك وبالتالي دور الغرفة كمؤسسة وصية على المنتسبين ديلها ملزمة أنها تلعب الدور الهام في طر التحسيس والتعريف بقانون 038 الخاص بحماية المستهلك يلعب شبك والمستهلك العديد من الأدوار من بينها التوعية والتحسيس وتلقي الشكاوي والوساطة ما بين المستهلكين والقطاعات الإدارية العمومية المعنية وهو ما يساهم في حماية المستهلك ومراقبة الجودة وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف المتدخلين تفعيلا للبرنامج الوطني عطلة للجميع الذي تلعاه وزارة الشباب والريادة أطرت المديرية الجهوية لقليميم عددا من المخيمات التي استهدفت شريحة مهمة من أطفال القليم وذلك بعدد من المراكز مركز الاستقبال بيقليميم استقبل شريحة من الأطفال في وضعية صعبة حافظ محدار محمد نوار ومحمد فاضل عبيدة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة من نزلاء المؤسسات الجماعية ينظم هذا المخيم الحضاري الذي يأمل المساهمة في تأطير وتنشيط هذه الشريحة الجماعية وتقريب خدمات هذا المركز من هؤلاء الصغار خاصة خلال هذه الفترة من العطلة البينية برنامج تنشيطي وإشاعي سطرته الدوائر المنظمة على مدار أيام هذا المخيم الذي يحتضنه مركز الاستقبال بيقليميم المخيم يهدف إلى تنشيط أطفال في وضعية صعبة من نزلاء المؤسسات الاجتماعية فهذه الجلبة التي نضمنها في مدينة قلميم في مركز استقبال مدينة قلميم بمناسبة اليوم بناسبة المخيم الحضاري يهدف إلى تأطير الأطفال وبالتالي تنشيط هذه الشريحة من المجتمع الهدف منه هو تقريب خدمات المخيم الحضاري إلى كل فئة المجتمع حفل اختتامي للمخيم الحضاري لفائدة الأطفال ونزلاء المؤسسة الرعاية الاجتماعية بيقليميم تحت شعار المخيم تربية وأخلاق قبل الاستمتاع والترفيه ونشكر جميع الأطر أطر الشبيبة المدرسية وكذلك أطر الجمعية على الصهر على إنجاح هذا المخيم الحضاري مخيم إذن ينضاف إلى عدد من الأنشطة المماثلة التي تنزل فعاليات الدورة الربيعية للبرنامج الوطني عطل الجميع 2019 التي تنظمها المديرية الجهوية للشباب والرياضة بعدد من مراكز التخييم بكافة أرجاء الإقليم في الفترة ما بين الواحد والسابع من أبريل الجاري نتوقف اللحظة مع جديد صحف الوطنية صادرة يوم غدنا في قراءة للزميلة نجياب شرق يومية المساء كتبت كشفت صحيفة بريطانية أن هناك تحركا أميركيا لإنهاء نزاع الصحراء وذكرت المساء بأن الأميركيين يتحركون في الكواليس لوضع حل نهائي لنزاع الصحراء ونقلت الصحيفة أن التحركات تهدف إلى الدفع بالانخراط في عملية سلام بناء للتوصل إلى حل نهائي صحيفة برلمان كوم الإلكترونية كتبت تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها كافة المدن الجزائرية المطالبة برحيل الوجوه المحسوبة على الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة خرج العشرات من سكان مخيمات تندوف يوم أمس الأربعاء بسبب تشديد الأمن والحصار عليهم من قبل جبهة البوليساريو بعد فرار عسكري قبل أسابيع يبلغ من العمر 29 سنة إلى الحدود المغربية واحتجت ساكنة مخيمات تندوف من خلال رفع لافتات وشعارات مطالبة بحرية التنقل التي سلبت منها بعد هذا الحصار المشدد من طرف جبهة البوليساريو والجزائر يومية الأحداث المغربية كتبت تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر القرقرات جنوب مدينة الداخلة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من حجز مخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الأفريقية وأضافت اليومية أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن إشارة البحث الذي تجري فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة وارتباطا بالموضوع ذاته كتبت يومية الاتحاد الاشتراكي تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر القرقرات جنوب مدينة الداخلة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من حجز أحد عشر طنا وتسعمائة وأربعين كيلو جراما من مخدر الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الأفريقية وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة زوال يوم الأربعاء مخبأة داخل أثاث مطابخ على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب كما أصفر البحث عن توقيف كولين من سائق الشاحنة البالغ من العمر 37 سنة وكذا المكلف بالتعشير بالمعبر الحدودي يعلن رئيس المجلس الجماعي للعيون أن أشغال إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحية في الأيام المقبلة ستتم في الأحياء والأزقة التالية شارع أبو بكر صديق شارع مكة زنقة الحلفة زنقة الحلو وزنقة السويس انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم تومزين محمود ولد محمد مولود ولد علي صالح عن سن تناهز مئة سنة والفقيد ينتمي لقبيلة أيت لحسن أيت بومكوت الفقيد كان قيد حياته من أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سعيد تاغجي عن سن تناهز سبعة وعشرين سنة والفقيد ينتمي لقبيلة صبوية كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحوم النجاة من تلحبيب ولد والمولود عن سن تناهز ثلاثة وأربعين سنة المرحومة تنتمي لقبيلة الشرفاء القيبات أهل عبد الحي وقد عرفت قيد حياتها بنبل الخلق وطيب المعشر وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة قناة العيون الجهوية بأحر التعازي للزميل عبد القادر داود مدير موقع الصحراء زوم راجنا من الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان تغمد الله الجميع بواسعي رحمته وأسكنهم فسيح جناتها وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون نتوقف وإياكم مشاهدين اللحظة مع الورقة الخاصة بأحوال التقصر يوم غد بمشيئة الله حيث ستبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمنطقة هذا مع تشكل كثل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل درجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط وواحد وعشرون درجة اثنان وعشرون درجة بسيدي إفني خمس وعشرون درجة بيقريميم العيون وبجدورة واحد وثلاثون بآسة ثلاثون درجة بالزاكة ثلاث وعشرون بالطنطان فيما ستسجل سبع وعشرون درجة بكل من السمارة وبكرها ستسجل أربع وعشرون درجة بداخل ست وعشرون درجة بيقلت الزمور ثلاثون درجة بأم دريقة ثمان وعشرون بأوسرد فيما ستسجل سبع وعشرون درجة بالقويرة حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون على طول الساحل الأطلسية هائج إلى قوي الهيجان من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف طلوع الشمس بمدينة العيون سيكون غدا إن شاء الله على الساعة السابعة صباحا وستة وثلاثين دقيقة فيما الغروب فمن المرتقب أن يكون بحول الله على الساعة الثامنة مساء وإحدى عشر دقيقة فيما يخص درجات الحرارة المسجلة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ثلاثون وثلاثون